في مسألة لغة الطير الراجل ده راجل من الوطنيين بيكلم العصفرة بيقول لها يا عصفرة وريني فين العسل وانا حدوائك منه لو قلتلي العسل فين حدوائك منه شو بيصوصا وبيسمع بيصوصا وصوصا معينة لكن معنى الصوصاوة دي بيسأل العصفرة بيقول لها فين العسل لو قلتلي على العسل فين حدوائك ايه على حتة منه عدوائك حتة منه فقوم العصفرة بتصوصب معناها فهمت معناها تعال ورايا بيمشوا وراها بتنتقل من شجرة لشجرة وكل ما تقف على شجرة تصفر يعني معناها تعالوا لسه ما وصلناش فيمشوا وراها من شجرة لشجرة لشجرة بيعوروا بيمشوا أميال وهي بتعمل الحركة دي تقف على الشجرة وتصفر تعالوا وراها لغاية ما تيجي على شجرة وما تصفرش خالص سكتة كده وتشاور فبصهم ببص يا خبر ده فعلا له في الجبل عبارة عن خلية جبلية مليان نحل ومليان عسل شيء غريب بإذن فعلا هذا الرجل البداي يدري يكلم العصفرة والعصفرة ردت عليه بيستعمل الدخانة هو عشان يقلل الشراسة بتاع النحل عشان يلهف ايه حبة شمع وعسل اهلهف بسرعة يجي العصفرة مستندية نصبها لانها قال لها نحديكي وحد ححللك بؤك قد بالك شو قد بالك اللي هيحصل بالزبط بيدواءه هو ده مرعوب من النحل وخايف من النحل يا سلام بيقولت جنن طعم ده ايه ده ده يجنن بس لازم العصفرة تاخد نصبه احنا قلنا له الراجل قال لها العصفرة يا عصفرة حد ديكي نصيبه فلازم وإلا ما عادتش بعد كده تقوله ابدا ولا تقوله سر على حاجة لان هي الدليل والدليل لازم ياخد ايه حظه نقطع حطة كده بقى ونديها ايه نديها كلها ده كلها ده تستحق لخير كل الاصفرة العجيبة دي ومش هيكدب خبر هيحط الايه على الرمح تعالي يا اصفر المنظر العجيب اللي يجنن الاصفرة فعلا هيجتك عاجة شيء غريب مدهش شيء مدهش يعني فعلا ده يعني فيه شيء من سليمان